موسيقى اعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه قلنا في بحوث منطق فهم الحديث المرجعية الأولى لمناقشة الحديث هو القرآن الكريم لا يمكن لنا أن نحاكم الروايات الواردة ذات المضمون الديني قد تكون هناك روايات ذات مضمون تجريبي هذه يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العلوم الطبيعية قد تكون هناك روايات ذات مضمون عقلي يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الأبحاث العقلية وهكذا وهكذا لا ذات المضمون الديني المعارف الدينية التي لا بد من أخذها من الدين هذه المعارف المرجعية الأولى والأولى والأولى بل ولا مرجعية غيرها إلا ماذا؟ إلا القرآن الكريم سواء في باب العقائد سواء في باب الأخلاق سواء في باب الفقه الأصغر يعني الحلال والحرام ودليلنا على ذلك أعزائي هو حديث الثقلين بصيغه الوارد في كتب السنة قبل كتب الشيعة حديث الثقلين بعد أن لا أتصور بأنه قد يقول قاهل سيدنا لماذا حديث الثقلين؟ أقول باعتبار متواتر ونحن قلنا أن السنة القطعية ماذا؟ أيضا لها المرجعية ذكرنا مرارا أنه في أحاديثنا في الوسائل وغير الوسائل تجدون شاهدا عليه من الكتاب أو من سنة نبينا وقلنا أن المراد من السنة ماذا؟ يعني الحديث القطعي أقرأ هذه الصيغة تعلمون أن حديث الثقلين أعزائي له صيغ متعددة من هذه الصيغة هذه الصيغة المهمة والأساسية وهي الصيغة التي رواها النسائي في سننه عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم التفتوا جيدا إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر سؤال أيهما الأكبر هل يوجد إنسان يستطيع أن يقول أن العترة التي هي فرع الكتاب أكبر ماذا أكبر من الكتاب إذن ما هو الأكبر القرآن الكريم ما هو المراد من الأكبر يا عزيزي أكبر يعني حجم المرادة إذا عدنا ستة آلاف آية عدنا هناك أشقيد مولانا ها عدك لعله ستمائة ألف رواية أي أكبرية أخو بيني وبين الله هذه ليس أكبرية بالإحترام بالمودة أخو من الواضح كل هذه أتصور بأدنى تأمل كلها تزول يبقى ماذا أكبرية المرجعية هو المرجع إذا اختلطت عليكم الأمور ودهمتكم الفتن كمان سنقرأ عزيزي كقطع الليل المظلم فعليكم ماذا مو فعليكم بالسنة فعليكم بالقرآن أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعطرتي أهل بيتي طبعا لم يوجدوا شاهدوا اللفظ الإخوة إذا يريدون التفتوا قال أحدهما أكبر من الآخر على نحو اللف والنشر المرتب كتاب الله إذا ما يصير هو الأكبر هذا إذا كانوا يريدوا قليل اللفظية وإن كانوا القليل المضمونية موجودة ولكنه لا نحجل فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن إذن حديث الغدير مسبوق بحديث ماذا بحديث الثقلين أعزائي حتى لا يقول أحد أن الولي والمولى بمعنى المحبة لأنه حديث الثقلين لا يمكن لأحد أن يدعي أن المراد منه ماذا تخلفوني فيهما تخلفوني من أخذ من أخذ من استمسك من تمسك هذه كله صيقة حديث الثقلين إذن حديث الثقلين مو في المودة والمحبة حتى نفسر الولي والولاية والمولى ماذا بالمحبة ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من وعلاه وعادي من عداه يا أخي هذا الرجل هذا بن تيميه من يأتي إلى هذا المقطع يقول اللهم والي من وعلاه وعادي من عداه يا بأ لا يسأل يقول كذب مو متواتر يقول لا دعاء النبي مستجاب ولكن نحن نجد وجدنا في صفين وفي غير الله ما والاه ومن تصر معاوية انتصر على ثالث القبرة فإذا الله كان يواليه و هو كان انتصر مو معاوية انتصر يا أخي ما كن مورد هذا الرجل إلا وعند ماذا إلا وعند عصى يضعها في أهل البيت هذا إشكال عزيزي واقعا ماذا تريد أن يجاوبون فقط أنه والله ورد حديث الغدير ورد حديث الغدير هذه إشكالات من يحلها المضمونية علي الأحوال فقلت لزيد لأنه هو القائل فقلت لزيد سمعته من رسول الله أنت سمعت فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه بعينيه وسمعه بأذني واللطيف زيد بن أرقم بعد ذلك في زمن بني أمية وفي زمن معاوية وغير ذلك من سئله قال كبارة ناسي أنا هس إما واقعا كان ناسي يا سحن ما رد نتكلم في النواية وإما خوفا ماذا ها خوفا بلي من سيف بني أمية بلي وأولئك ماذا ويستندون إلى رواية مسلم اللي ما بها ولن يفترق حتى يردى علي الحوم يقولون زيد إذن شي سوون يقول زيد وردت روايتان رواية عن النساء ورواية في مسلم ومسلم أصح من النساء يسقطون هاي الصيغة ما أدري واضح ولذا إحنا عدنا بحث مفصل أنه رواية زيد بن أرقم هذه تترجح على رواية ماذا على رواية صحيح بن المسلم وإلا وقعا إذا ثبت وعدكم في الرجال هكذا بينك وبين الله إذا نقل الكلين ونقل غير الكلين أنتوا تقولون هذا أوثق ماذا من ذاك في النقل ألستم تقولون هذا يعني عن زرارة فلان نقل عنه وفلان تقول له هذا أوثق زرارة من ينقل عنه هذا أوثق من ذاك علي لحوة هاي الرواية إذن هذا النص الأول أعزائي هذا النص من ينقل أعزائي ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية تحقيق الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي أعزائي الكتب اللي عليها تحقيق هذا الدكتور من الكتب الأساسية يعني التحقيقات الأساسية وهو الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي أعزائي ولذا هو الآن محقق الدر المنثور الأعزاء اللي يبحثون عنه نبحثوه ولكن مع الأسف مطبوع في مصر في 16 مجلد ما موجود ابحثوا عنه أنا الآن لعله إن شاء الله قلت ينزلون من الموقع لأنه ما يمكن تحصيله من مصر 16 مجلد ولهذا بعد هي لا تستدلون بروايات الدر المنثور لأنه كثير منها شنوية ها إما موضوعة وإما ضعيفة بعد ذلك ابن كثير يقول وهذا حديث صحيح من يقول ابن كثير ها التفتو حديث صحيح التركي في الحاشية يقول أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 109 اللي هم أبو الأربع مجلدات من طريق حبيب ابن أبي ثابت وقال هذا حديث صحيح منه قال المستدرك تعلمون بأن الذهبي عند حواشي على من على المستدرك تعليقات الذهبي على المستدرك يقول ووافقه الذهبي وفي الطبعات الحديث هذه الموافقة محذوفة يعني الذهبي ما عنده حاشية على هاي الرواية ولكن التركي يقول لا عنده حاشية وحاشيته ما الموافق يقول ووافقه الذهبي جاي ولهذا احنا كاتبين غير موجودا في المستدرك تصحيح الذهب جاي هذا المورد المورد الثاني ما ورد في مسند احمد ابن تيمية يعترف انه في مسند احمد ما اقول كل روايات صحيحة ولكنه لا توجد فيه رواية ضعيفة واي مهم هذا يصرح في منهاج السنة انا ما اقول انه كذا ولذا يميز بين كتاب مسند احمد وبين كتاب فضائل الصحابة احمد ابن حمل عنده فضائل فضائل الصحابة في مجلدين تفتول جيدا وله فصل مستقل في عشرات الصفحات في فضائل من في فضائل علي ابن ابي طالب فيقول في فضائل الصحابة اكو روايات ضعيفة وماذا وموضوعة ولذا سيد عبدالعزيز الطبطبائي المحقق اللي كان في مؤسسة البيت يشتغل مستخرج هذا فقط هذا الجزء من فضائل الصحابة ما لأحمد ابن حمل ومحقق اخيرا انا رأيت نسخة بعدما ما اجتني نسخة محقق ومخرج رواية المصادر لما ورد في فضائل علي في فضائل الصحابة لأحمد ابن حمل المسند سندا اقوى من كتاب فضائل الصحابة لأحمد ابن حمل جيد الرواية اعزائي في 11104 بتحقيق شعيب الارنقوت مو بتحقيق احمد محمد شاكر لانه تحقيق شعيب الارنقوت في 56 مجلد اعزائي 52 مجلد وتحقيق احمد محمد شاكر في 20 مجلد ومع ذلك ما الان اكو تحقيق ثالث لأحمد ابن حمل يعني لمسنده ايضا دا يضيفون عليه والان بعد ما خرج جيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله اني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض ايضا نفس الصيغة التفتوا شعيب الارنقوت يقول حديث صحيح بشواهده يعني يعني المت السند ضعيف ولكن المت هناك شواهد تؤيد ماذا صحة المت هذا التعبير احفظوه من يقول حديث صحيح بشواهده مراد من الشواهد ما يرتبط بالمت واذا قالوا بالمتابعات يعني صحة السند مو صحة المت هذا اللي عندنا يجبر بعضه بعضا ما عندنا هم عندهم يعبرون شواهد ويعبرون متابعات مراد من الشواهد يعني المت مراد من المتابعات يعني ماذا يعني السند عندما يقول بشواهده يعني ماذا يعني المت دون قوله فانهما لن يفترق حتى يرد عليه الحوض يقول هذا مصحيح هذا باطل هذا المقطع باطل وكل المطلب وين موجود في هذا يقول الحديث صحيح تاركن فيكم ثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله وعطرتي اهل بيتي اما وانهما لن يفترق هذه باطلة لماذا يقول وهذا اسناد ضعيف ليش يقول عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف لانه في سنده موجود ثم اعزائي يدخل في البحث الجزء السابع عشر صفحة مية وسبعين من صفحة مية وسبعين مية واحد وسبعين مية واثين وسبعين مية وثلاث وسبعين مية واربعة وسبعين مية وخمس وسبعين مية وست وسبعين ست سبع صفحات مفصلة يقول وردت سبع طرق او سبعة طرق لهذا المقطع وكلها ضعيفة الطريق الاول الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الثالث لا اذا عزيزي اذا انت تريد تتكلم بلغة التحقيق من تقرأ صيغة حديث صيغة وفي بعض مقاطع ها شنو يوجد ضعف وقد وردت في مسلم اعزائي تدرون اللي وردت في مسلم هي شنو اللي وردت في مسلم واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي دربالكم الله لهذا خوش ناس اهل بيت هاش شنو علاقته بانه ولا يفترق حتى يريد عد انت الان بودي اعزائي ترجعون رجائي ترجعون هاليوم الى الغدير الى العبقات الى من كتب في الغدير من ينقل الحديث ينقله بصيغة لن يفترقه يقول وقد ورد في مسلم يا عزيزي خوك كذب هذا ما ورد في مسلم اللي ورد في مسلم صيغة شنو اخرى لا تنفعنا شيء بل تؤيد مدعاهم وهو محبة اهل البيت همهم يقولوا نحب اهل البيت والله نحبه وليفترقه وين اذكركم الله باهل بيتي وين ولذا يقول الصحيح هذا علي لحوة التفتول جيدا هذه سبع طرق يضعف هذا سبع طرق يضعف هذه الى ان يأتي اعزائي هو منه منه شعيب الارنوط امحقق كل الكتب الستة اعزائي الا المسلم الا مسلم ما عنده تحقيق عليها يعني البخاري النسائي الترمذي واذا تريدون تحصلوا النسخة اخذوا هاي النسخة اعزائي نصيحتي لله اعزائي يعني متر تاخذ السنن الترمذي اخذ ماذا بتحقيق شعيب الارنوط تريد تاخذ النسائي اثنى عشر مجلد اخذ بذيكة تريد تاخذ البخاري اخذ ماذا خمس مجلدات ما شعيب الارنوط الرواية واردة ماذا في سنن الترمذي التفتوا جيدا رقم الرواية اربعة آلاف ومية واثنين وعشرين الرواية عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا اذا مودة لتمسك يعني شنو التمسك شنو معنى حوب لو اتباع ياه منهم ها لا يستطيع ان يقول احد ان المراد من التمسك يعني ماذا يعني المحبة التمسك يعني الاتباع يعني الاهتداء بهديهم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي خلي ذهنك ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما هذا منو يقول هاي العبارة سنن الترمذي تعليقة الارنقوت يقول حديث صحيح اي بلا انصاف ليش ما قلت في مسندي احمد من قلت لن يتفرق حتى يرد علي الحوض يقول هذا المقطع بهذا السند ضعيف ولكن بسند اخر شنو اهنا انت ما رد اقول انه تكتشف نوايا هؤلاء الناس ولكن لا اقل ابو تضع علامات استفا يقول حديث صحيح من حديث زيد بن ارقم الى اخره يذكر الرواية وينقل يقول وقد اوردنا الرواية واما حديث ابي سعيد فصحيح لغيره نقص الرواية التي ينقلها 11104 من مسندي احمد اذا اعزائي اخلصوا الى هاي النتيجة ان حديث الثقلين بيّن لنا اذا اردنا ان لا نظل الطريق لابد ان نجعل القرآن شنو اعزائي شنو فاذا لم نجعله نص بعد حديث الثقلين لن تضلوا لن لن خليهم معلومة هذه لن تفيد التأبيد ام ترى هذه من الاخطاء المشهورة يكون في علمكم لم يقل بها الا الكشاف الزمخشري اعلى وإلا لا يوجد احد من المحققين النحويين والصرذيين يقول ان لن تفيد ماذا تفيد التأبيد نعم تفيد النفي المؤكد متأبيد لان احنا عدنا ادوات النفي على نحوين نفي مثل لم لا ونفي ماذا مؤكد فلن لا تفيد النفي المؤكد متفيد النفي الأبدي إذن هاي لا تستدل لن تراني لن تراني اللي هاي احنا نستدل بها انه بابا الآية قالت لن تراني فتنفي الرؤية الجواب ابدا اعزائي هذه لن لا تفيد الا كما قلت لكم الا الزمخشري في اساس البلاغة وكتبه النحوية والصرفية وفي ايضا في كشافي وإلا عموم المحققين بإمكانكم هماتين تراجعوها كاملا الكلمات اعزائي في النحو الوافي احسان عباس لانه هذا من اكثر الكتب تفصيلا في هذا المجال خصوصا في ابحاثه زيادة وتفصيل لن لن تفيد ماذا التأبيد جاي اذا اعزائي اذا اردنا اللا نظل لابد ان نجعل ماذا المرجعية اين للقراء وهذا ما اكدته روايات اعزائي كثيرة انا انقل بعض الروايات لكم من اصول التفسير اعزائي في كتابي اصول التفسير الصفحة اعزائي واحد وعشري بعد ان انقل حديث الثقلين اقول ان الامام الصادق يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الرواية موجودة في جامع حاديث الشيعة الجزء الاول صفحة مئة وثمانين الحديث سبعين ابواب المقدمات الرواية قال اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقراء هذه الفتن اعزائي قد تكون فكرية عقائدية اخلاقية دينية عبر ما تشاء المآل واين المآل اين عزائي القرآن القرآن عليكم بالقرآن فانه شافع مشفع وماحل مصدق ماحل ليودي الاخبار عزائي واخطير هذه يقول يوم القيامة تقاريركم رب العالمين من يوديه القرآن وماحل والله هم يصدق لو يصدقنا ان والعزاب يعني اول شاهد علينا يوم القيامة يوم يقوم الاشهاد من هو القرآن قبل اي شاهد وماحل محلا سعى به الى السلطان لغته وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه يا ريت يقول لابا بالجهنم يقول لا ساقه الى النار تريد بعد اخطر من هذا مو انه يقول لك هذا الثمن التكويني الاثر التكويني لهجر القرآن انه الى وين يسوقك مولانا بعد ما يدليك طريقة الجنة وين يدليك طريق هو يسوقك بل هو يسوقك القرآن نفس القرآن القرآن كما هو الشفاء هو ماذا ولا يزيد الظالمين الا خسار نفس القرآن قرآن بل هو القرآن انا اضرب عادتين مثال اقول هذا المفتاح في الباب اذا تديره بشكل جيد يصير مفتاح اذا بالعكس تديره شي يصير ها يصير مغلاق هو نفس المفتاح تقول مو مفتاح يقول بل اذا استعملته بشكل صحيح يكون مفتاح اما اذا لم تستعمله بشكل صحيح شي يصير هو يكون وبال عليك تتصورون بانو تأخر الامة تأخر حوزاتنا العلمية انا ما عندي شغلة الان بشيء اخر هذه واحدة من الاثار الوضعية للقرآن المهجور في حوزاتنا العلمية القرآن مهجور الان اشقد من اوقاتكم انتم المرتبطين بالبحوث الدينية والمعارف الدينية بينكم وبين الله عشر سنوات عشرين سنة بعضكم تاذين سنة يتعامل مع القضايا الدينية اشقد من وقت وضعه للقرآن الكريم وضع حتى راح حفظه ما ادري كلمات الاجانب والاغارب وهنا وهناك وحفظوا الاشعار والنحو والمنظومات ولكنه استعانوا بالقرآن ام لا قال ومن جعله خلفه ساقه الى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وقال عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال ان هذا القرآن مأدبة فتعلموا من مأدبته ما استطعتم يعني تدرون المأدبة شنو هي شنو المأدبة عزيزي ها شنو المأدبة شنو فرق بين المأدبة والسفرة شنو ليش القرآن ما قال سفرة ليش اهل البيت ما قالوا السفرة قالوا مأدبة الجواب عمي السفرة ذاك النايلون او الشي اللي تخلي انت حتى تخلي علي شنو الطعام اما المأدبة شنو نفس هاي السفرة المملوء ماذا بالاطعمة يعني بالكم وإياكم واحد يجي للقرآن يجي بالأكل ما لليه انا ابدا هو القرآن شنو كل ما تحتاجه من معارف دينية وين موجودة بالقرآن بس تتعلم شنو تاخذ من القرآن فتعلموا من مأدبته ما استطعتم انا عادة اضرب فد مثال للاعزة اقول عندما تأتي انت الى مأدبة مليئة بانواع الاغذية كل الاغذية والفي تأمينات موجودة اذا تعطيه الفد واحد الشرقي ما يعرف مولانا انواع الطعام شنو يقعد يأكل تمن مولانا مع انه هذا التمن مفيد له مضر مولانا واحدة من اسباب السك الان مرض السكري هو جنو هو ما يعرف ولكن اعطيها فد واحد متخصص في علم الاغذية تشوفوا بيني وبين الله بتعبيرنا ينقش يا اخو هذا وصل صغيرة مننا وصل صغيرة مننا ليش لانه يدري هاي فوائد هماذا احنا بيني وبين الله بدل من روح الى قله والله احد رحنا الى جنو ها الى الوضوء خطط ليش لانه خبر بالاستفادة من هذه المأدوبة عمرنا قذيناه خمسين سنة نكتب كتاب الطهارة الماء طاهر لو مو طاهر والله لو تعطيها للبعض الخارج عن الحوزة يقول قال له مجانين هو اذا الماء مطاهر وش يبقه لا تقول لي بانه سيدنا الصدق اقول نعم روح ابحث روح اشوف سيد محمد باقر الصدر بعد مع افقه الواسع مئة وصبوطة الصفحة في ان الماء طاهرا او مطاهر هذا بوحث في العروض روح باوح ما الدليل على طهارة الماء وما الدليل على مطاهرية الماء بينك وبين الله ما كانت تستحق آية الكرسي ان نقف عندها آيات التوحيد ان نقف عندها فتعلموا من مأدبته ما استطعتم التفت جيدا بعد شوفوا رسول الله ماذا يقول ان هذا القرآن حبل الله عزيزي الحبل اش وكت يستفاد منه جاوب الحبل اش وكت يستفاد منه عمي من واحد واقع بير يذبوه لحبل من يذبوه لحبل يعني شي سوي البعض يتصور يذبوه لحبل يعني يلزم هالشكل ويوقف يلزم هالشكل ويطلع من البير لا بد شي سوي يتسلق اليه يصعد وإلا إذا ما يصعد وشون قيمته وهذه هي نكتة التعبير عن القرآن وعن الأهل البيت بأنه ماذا حبل يعني خذوه حتى تصعدوا إلينا حتى تصعدوا حتى تصعدوا قال حبل الله هو النور المبين النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم أصلا ما بيع وجاج حتى يقول أنا أعدله ولا ولا يزيغ فيستعتب وقال أمير المؤمنين التعفتوا جيدا هذه كلمات أئمتنا عزائي كلمات رسول الأعظم وقال أمير المؤمنين وكتاب الله بين أظهركم نحن خلينا بيديكم ليش ناطق لا يعيى لسانه والله دي يحدش ولكن أكو مستمع لو ما أكو مستمع سلام الله عليهم ما أدري شون اللغة يتكلمون ويانا بعد عدت ريد يوم القيام القرآن ما يقف أمامنا ناطق لا يعيى لسانه وبيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه فإذا إذا وجدتم ذل من شأها أين ها وين المن شأ ترك القرآن وإلا لماذا لابد ستة وخمسين دولة إسلامية عرفت شون ومليار سبعمائة مليون مسلم مولانا يذلونهم مجموعة وحفنة من الصحاين لماذا وين وين الإشكالية الإشكالية لأنهم لا يعرفون الطريق وعز لا تهزم أعوانه كتاب الله تبصرون به يعني إذا ما تخلي على عينك ترى شيئا أو لا ترى أعمى أنت أعمى كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به إلى آخره وقال أيضا فانظر أيها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته وما كلفك الشيطان إلى آخره وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهاد الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب بينك وبين الله هذه الصفات موجودة بالروايات أو لا لا عزيزي ما موجودة في الروايات لأنه في الرواية ماذا ما يغش وفي الرواية ما يكذب وفي أكله لموها الشكل نعم لأنها موضوعة لأنها كذبة لأنها غير صادقة قال وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان من عمى واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقه ولا لأحد قبل القرآن من غنى بعد واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم بعد واعلموا أنه أنه شافع مشفع وقائل مصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه أليست الدنيا مزرعة الآخرة إذن إحنا كلنا ماذا كلنا شنو عزيزي حرثة ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته إذن أعزائي أنا عندما قلت مرجعية المرجعية الأولى لابد شنو الآن من هنا لابد أن ننطلق أعزائي خلوا ذهنكم يمي إلى الأبحاث التالية هذه مرجعية القرآن وهذا أرجو الله كما قلت بالأمس أنه عندنا كتاب أرجو الله أن نوفق لإتمام مرجعية القرآن الآن قلنا أن نعرض الحديث على ماذا على القرآن البحث الأول ما هو المنهج والأسلوب الذي لابد من اتباعه ما لفهم معارف القرآن وبتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله فتعلموا من مأدبته ما هو المنهج ما هو شنو ما هو الأسلوب سيدنا الأسلوب والمنهج واحد أو اثنين إن شاء الله يأتي هذا أولا البحث الأول البحث الثاني ما هي تلك الأمور التي لابد من استخراجها من في القرآن عزيزي إذا عندك مأدبة طولها عشر أمتار في ثلاثة أمتار تقدر تخلي فيها أنواع الأطعمة اللي تحتاج إلى مئة متر في ثلاثين متر ممكن أو غير ممكن ممكن أو غير ممكن غير ممكن لماذا لأن المساحة محدودة مساحة القرآن محدودة أعزي ستة ألاف آية ولكن المعارف ستة ألاف لو ستمائة ألف لو ستة ملايين ياهو من ها لا إشكال أن المعارف الكلية والتفصيلية يقينا أكبر من مساحة ماذا من مساحة القرآن إذا ما الذي ما الذي لابد أن نتوقع أن القرآن أن يشير إليه ما هو هذا الذي قلنا في الاتجاه الثاني لا في الاتجاه الأول قلنا الاتجاه الأول تصور بأنه لابد كل التفاصيل والموجودة هذا غير ممكن لماذا لأن مساحة القرآن الكمية من حيث البيان ما هي شنو محدودة أنتوا الآن تجدون أنه الدستور في أي بلد مئتين مادة مئة وثمانين مادة مئة وسبعين مادة مئة وثلاثين مادة مئة وخمسين مادة أليس كذلك ولكن عندما تأتون إلى القوانين الموجودة في البلد تتجاوز النصف مليون مادة قانونية من الطبيعي ما تتوقع أنه النصف مليون مادة ووجودة وين في الدستور القرآن كذلك فليهذا قال فتعلموا من مأدبته هاي المأدبة الشنو تعرضت ما هو الذي لابد من توقعه نتوقعه من القرآن أن يتعرض له هذا من الأمر الثاني الأمر الثالي الثالث بعض الأمثلة وهذا ما يأتي إن شاء الله يوم السبت والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر